وللتعمق أكثر في هذا الملف دائما تحضر معي سيدة عقيلة جروج القابلة الرئيسية وكذلك رئيسة الاتحاد القابلة أهلا بك سيدة عقيلة مرحبا شكرا سعيد إذن لاحظنا في تعليقاتك على هذا القرار خلنا نتحدث أول شيء عن المرأة الحامل وفكرة التبليغ في الأساس هي فكرة مقبولة يعني عندما تتوجه حتى من ناحية الإحصاء من ناحية تعرف على العدد حسب وزيرة الصحة فإنه يفيد في توفير اليد العاني المخصصة إن شاء الله يعني قبل كل شيء يعيد سعيد لبلادنا يعيد استقلال وإن شاء الله المجد والخلود لشهدائنا الأبرار وكذلك العمر الطويل والمديد والجنة إن شاء الله لمجاهداتنا ومجاهدينا إذن حقيقة المشروع يعني حب ذا ولو كان أننا نتكلموه على تنفيذه تنفيذه الحقيقي بمشاركتنا في الميدان ولكن كالعادة كل مشاريع تجي على رأسنا وخاصة في أوقات كما هذه الفترة التي تنقص القابلة فيها أكثر وتتضاعف الولادات وتتضاعف المشاكل كذلك إذن ولو على كل حال الحاجة الملحة التي نشكر وزيرنا الصحة أن نتقل بكلمة هي يعني رأنا بدينا نفتح عيننا على هذا المهام القابلة يعني الدورتها الأول هي لكابتاسون حقيقة وذات الاستقلال وش كان صراعا مع القابلة مع أنه هنا وجه الدعوة للنساء في حديثاتهن نعم للقابلة لكابتاسون معناتها هذه المهام القابلة هذه شو في ستون ميسيون ان كنتونا بتاع القابلة هذه يعني الدورتها كوزير وكطبيب أصلي هو يعني بدأ يبين أنه هذه هي المهام الأولى للقابلة فيها تحسيس فيها إرشادات فيها عينة من يعني القابلة نحن نتكلم عن القابلة على كابتاسون اللي موجودة في المناطق يعني رابي عمي سنتر دو سنتر يعني الحومة هذه كما نقول وكما نتكلم بالدرجة بش يفهمون نساءنا لساشوان بتاع الحومة لساشوان ديسبونسر تعنا لعدنا القابلة تعنا إذن إذن هنا صح لكابتاسون تندر ولكابتاسون فيها عدة ستاني فلطا يدتاش كيف تتم؟ هل بسؤال؟ هل هو أشر إلى الإبلاب؟ لماذا خطر القابلة موجودة لماذا؟ في الجي سبونسر باش يجيون نساء تستاشر ولا يجيون الأزواج يستشروا يجيون الأمهات يستشروا يجيون ولدها يدي لفاكسناسون تضرب دورها والقابلة رحي هنا رحي تشوف يعني القابتاسون القابلة هي اللي عندها كما نقوله سيجمال هي اللي تعرف وقتاش عندها عدد النساء تحى بكري كيفاش العدد النساء الحوامل وعدد النساء البنات يعني الموجودين في الحي يجيها من البلدية دقما هل شاء العامل ما هو شي تتابع يعني كل شي تقاطع هل بالفعل لدينا يعني ما هي المشاكل التي تواجه مع عرفة والإحصاء لأنه بعض النسوة لا يمكن أن تترغمها على أنها تصرح أو تبلغ المصالح الطبية بحملها ما شي رغم هذه أو كونت خير احنا الحمد لله يعني الثقافة الثقافة الصحية فيما يخص الولادة والحلم كامل نساءنا مهما كان أم كان تطور نحن نتحدث عن المدن الكبرى سيدة عقيلة لو نوحوا الجزائر العميقة خلينا نتحدث صراحة المجتمعنا نركبوا حتى المرأة الجزائرية لديها يعني نهضر على الجزائر العميقة يعني هناك حتى بعض من الحياة للنساء حتى عندما تحمل أحيان حتى العائلة تحارب وما تعلمهاش مثل حلالة رانا غلطين بزاف يعني نحن كقابلة فرانا أقرب نساء أقرب نستخدمات الصحة في الصحة اللي أنا أقرب عند النساء حتى الرجال نحن معدناش طابو معدناش حيات بينتنا حتى في المدن الداخلية نساء المدن الكبرى اللي ما تتابعش الحمد تحالي تتجاهل الحمد تحالي هل هو يتحدث هنا عن المتابعة؟ المتابعة حتى يعني يعني لانونس لانونس الحمد الإبلاغ فيها الإبلاغ في المدن النائية يعني كاين كاين تطور ولكن الإمكانات اللي غير موجودة تخليها أنها تروح وخاصة أن عدد القبيعة تذكرها ناقص مليح إذن معلابها تروح يعني والمكان بعيد يعني تقدر تكون يعني المسافة لتضرها والإمكانات المادية لتخليها وإلا هي يعني محسسة أنها تتابع حملها لو نعمل قراءة لمحتوى تصريح وزير الصحة مختلفة يعني الكوارثة التي حدثت تنعوى الماضي وما قبل وكأنه يحاول تجنب سيناريو نقص اليدلعان من المخصصة بعملية الإحصاء حتى يتم وضع لأنه هذه الفطة التي كما أشرت كيف يتم تنظيم العطل كيف يتم تنظيمها هذه العطل لأنه الإشكال الكبير هو في العطل الخاصة بالقابلات أول لقطة أساسية القابلات محرومة من العطل كي يعطي لها عطلة ولو كانت هي بالذات حامل وعندها يعني أسباب عائلية ولا ما تفوتش عشر يام الآن كنا يعطونا بالعشرين يوم ولا ما ننسوش أمو في العام بيخلونش ندو العطل تعنا كما نحبوه إذن نخلوها حتى الوقت لأوقات لعندك مناسبات أنتي كذلك وهي تقريبا فترة هذه الفترة الصيفية ككل عمل وعاملات من حقنا الاستيراحة والاستجابة لطلب العائلة لكن بدعمان ولكن القابلات وحتى المستخدمسها عامة ولكن بالخصوص القابلات عدد تقليص تقليص العدد للقابلات تخلى أنه حتى المدارة يتخوفوا من العطل للقابلات حتى تصيبها تتجرأ وتحط عطل مرضية لأنها ما تقدرش عام كامل تجبد ما تنجمش وعندها هي كذلك إذن هنا حتى المرأة القابلة الحامل تخيل أنها حتى حقوقها كحامل كمرأة حامل في ميدان العامل تعمل حتى تورد في المنوابة إذن يبدأ تخوف يعني نقص عدد ما زالنا في نقص عدد وما زالنا حتى واحد ما يتماشى مع النقص دينا ولكن نرجع الأطروحة التي عزينا للصحة هي يعني ملح أنه عاما بعد المشاكل التي قضيناها العامل يفت كاين استجابة فيما يخص يعني مراعاة هاد أسباب المشاكل ولكن تبقى أننا رانا نمش أكوتيد لابراك يعني رانا نمش مهمش على كل التوصيات اللي قاموا بها بلادنا مشاركين في الدولة العربية في القيمة اللي داروها في شرم الشيخ 2014 أنه هذه الكابتاسون منها يعني المرأة الحامل ومشيغ المرأة الحامل حتى المرأة الحامل هذه نقطة مهمة نعم نقطة مهمة إذن كان هادو يتلافقوا الولادة وتنظيم النسل لازم نكونوا نمشيوا أكيلي بغير ما يزمش نستهزو في وحدات تستهزو في تنظيم النسل فاشتا يجيبك كامل حمل وليصوتني يصوتني إجهاضات في الطريق ويسافروا أو لحاجة يعني في مشاكل كذلك صحية تنسلية إذن أنا قلوية ما شو يعني متوازين ولكن المشكل بتعنا المشكل لهذا البرنامج اللي حتى في شرم الشيخ يعني مضات الجزائر منهم وفي الطوصية هذه أنه لازم نعاني الحالة المالية للعائلات أنا باش نتكلم على ونسيب النساء التابع عند أخي صائيين يعني تفرغ ديوبها ما عندهاش كيفاش تتابع الحمتحة وتبيت تتجنب هذا اللي خلم النساء المناطق النائية تتجنب متابعة الحمل هي المال هي يعني الدراهم لخلتها النظر باش دي ليكوغافي غالية باش تتابع الحمل لازم يكون فيه ليكوغافي لازم فيه تحليلات باش يكون متابعة الحمل يعني صحي ونعرف أننا دخلنا في تقليص ووفيات وليتقليص حتى لزنديك وليتقليص ووفيات المولودين وتقليص كذلك المشاكل ومتابعات وهنا مسألة التوعية كذلك وتواصل مع الورأة لأنه هي الحلقة الأهم هنا أنا وليت نتكلم على المسألة المالية المسألة المالية تخلي أنا القابلة ما دامها ما دامها وهذه أنا سيدنا الوزير وتكلمت له هذه عدة مرات وأنا في ملاقات معه والوزارة في عدة فورص تكلمت عليها لأنه تكلم على الأزمة المالية المنقرات المنقرات من 1987 إذن ما أحبت نقول هنا لكن يعني لا تستجب لا تواكب يعني وما يخص كل مهام القابلة يعني النساء لما عندها شبه موسيقى غير ما تقدرش تداوي ما تقدرش تروح تروح مرة لعند البليبي باش تدريك وغارفيتها وتكمل تمه وخلاص إذا درتها وإلا عيجيك أنت بيتشنجات الحملة تقول أنا عاد خاصة يعني تجيكم بتارك وما خطيرة إلا فتتولدت لولاني عادي وللتاني تقول أنا خلاص أنا مولد لدار الأمر دياغنوستيك يعني نحلها الخوف هي الخوف عندها الخوف وخاصة تنظر الناس كما يتخاف الولادة ولكن على بلها ما عنداش إمكانات وما تفرض على الزوج الزوج خطر في متابعة الحمل خطر للقابلة وخطر للمرأة الحامل واللي تبرمج حملها هذا خطر كبير هل يجب أن نعضو بعين أعتبار أو نعطيه أهامش للمتابعة لنساء الحاملة الحوامل على مستوى المستشفى تنظر مواكبة كل ما تقوم به القابلة باش المرأة تكون ألاز ويكون على مستوى المصالح الطبية العمومية لأن المصالح الطبية العمومية فيه كلفة وذلك كلفة بولت النساء ما تحسنتي تدري لكابتاشون تدري ووش تحبي فيما يخص الصحة التنسولية وصحة يعني الصنة تنجحيها علش قولت أنا من النجاح يجي صعيب بما أن القابلة رهي محدودة وغير يعني كل أعمالها مشتواكب مصرحة المرأة الحامل هذه هي مشكلة يعني وصلت الفكرة سيدة عقلة قروج قبلة رئيسية وشكلك كذلك على الاستجابة والحضور سيدة عقلة قروج قابلة رئيسية وكذلك رئيسة اتحاد القابلة حبيبتكم نختم ماشي باش نيأس الناس ولا نيأس وزيرنا في هذا المشروع ولكن نجلب النظر أنه لازم لابد من مراجعات في أقرب وقت لها نتمنى أن الرسالة تصل سيدة عقلة جزيلا شكرا لكم شكرا لكم